اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد في فقارتنا الاخيرة الاء صادق متخرجة بشهادة علم اجتماع من جامعة الملكة عبدالعزز بدأت مشوار حياته بالبحث عن حلمها وهدفها ومكانها بالحياة حاولت العمل بشهادته فلن تجد فرصة وظيفية لمدة اربع سنوات لكن لقت هدف اخر من خلال موهبتها عن طريق انكياج واسراره وكيف العناية بالبشرة فقررت ان تعمل بهذا المجال وكان الدعم الاكبر لها زوجها اسمحوا لي عزائي المشاهدين ان نرحب بضيفتي في الاستوديو الاستاذة الاء صادق مساء الخير مساء الخير عليك يا جميع مشاهدين اهلا وسهلا طبعا ما شاء الله اني قلت في المقدمة الاء انتي ما وقفت انك ما لقيت وظيفة لا اكملتي وبرزتي في عالم التجميل كيف كان مشوارك او كيف قلت لا انا لازم اتوجه لهذا انا موهوب هالشيء كيف بديتي هي البداية يعني كانت هي موهبة من زماني انا صغيرة كنت امكيج يعني صحباتي اهلي الناس اللي حولي وليقيت دعم وتشجيع منهم كبير يعني فقررت اني امتحن هذا المجال والحمد لله طورت نفسي مهنيا واكاديميا واخدت شهادات واخلتني اني اكون مدربة والحمد لله برست في هذا المجال يعني سبحانه اني موهبة انت بس ما اعتمدت على موهبتك ولا جلست تستنين وظيفة فقررت انك تاخدينه حتى انه دخل لك او مشروع لك صحيح اكيد يعني الهين يما تتحول الموهبة الى احتراف وانت قلت اني ممتها كيف كيف متى بديتي فعلا خط الاحتراف يعني اول شيء قبل اربع سنين اخدت قررت اني ابدأ بداية صح انه اكون مدربة معتمدة دوليا ومحليا هذا الشيء اساس قوي يعني واخدت دورات عند خبيرين يعني خبراء عالميين في المكياج الحمد لله يعني بعد كده احلتني اني انا اكون مدربة وعطيت العديد من الدورات المتضيئات ومحترفات عارفة لا هنا يجي سؤالي لك ايش الاسرار اللي انت تتعين فيها في عالم المكياج سر الابداع عندك وانت كمان خبيرة في البشرة يعني هذا يكمل بعضه صراحة المكياج والبشرة اكيد سر بسيط بالنسبة لي انه المرأة كائن جميل ووظيفتي انا اني ابرز جمالها يعني ابرز ملامح الجمال فيها وكل يعني كل وحدة لها ميزة ميزة عن غيرها فلازم نكتشفها ايش هي ووظيفتنا نحن نبرزها بالنسبة للبشرة لازم تعرف يعني نوع بشرتك اول تعرف اللي هو المكياج اللي ناسبها كيف تختاري اساسك كيف كده يعني هذا هو عرفة الاء يعني انت قلت انك انت اخدتي دورات وطورتي لين ما وصلت انك انت سرت مدربة معتمدة كمان وكمان من احد الشركات العالمية هذه كلها قصة كفاح وبين قصفين نجاح تكلمين عنها القصة؟ قصتها عرفة اي قصة كفاح بالنسبة لحلم كانت حلم وحطيت هدف لحلمي وبعد كده الحمد لله اني ماشي في هذا الهدف وقررت اطور من نفسي وبالنسبة لي سكف طموحي عالي شوية ما له حدود بدليني كوصلت لبعض الشركات العالمية اكيد ولو حطيت له حدود حوقف عند نقطة معينة فلازم اكون على تطور اكتر باكتر في هذا المجال يعني اعرف المستجدات والاشياء الجديدة والاشياء في علم التجميل طب كيف قدمت لهم؟ كيف خاطبت لهم؟ يعني عن خلال اللي هو طبعا مندوبين من الشركة هذي عندنا في المدينة صار تواصل بيني وبينهم وشافوا انه انا اكتر وظيفة مناسبة لها اني اكون خبيرة التجميل فصارت وظيفتي اني ادعم نقاط البيع في هذه الشركة والحمد لله لقيت تفاعل من الناس يعني اللي يحبوني كتير وواصقين في رأيي عرفة لا كمان استخدمتي السوشال ميديا ايش الشي اللي انت تعرضينه بالاخرست اتوقع برنامج السناب شات بدايتي كانت في الاستقرام اي اكيد كنت اعرض لي الادوات المنتجات من فين اشتريها النصائح النصائح وتفاعل مع الناس اي اسئلة ليهم ارد عليها وكتير اسئلة كانت تجيني عن كيف اعتني ببشرتي ايش الكرامات المناسبة تقترحي علي يعني الحمد لله فيه ثقة بيني وبين الناس وغير كده كيف تختاري اساس مناسب لها او غيرها يعني وانتقلت بعد كده للسناب شات كلمة لان تدرد السناب شات يختلف اكيد انه تكوني على تواصل قريب معهم يعني فكنت ادي دروس بدات بشي خفيف كيف ترسمي حواجبك كيف تنظفيك كيف تعمل اي لاينر فالحمد لله لقيت تجاوب وتفاعل كبير معهم انت كمان مختصة بالعرائس اكيد يعني اختصاص العرائس ترمو بساعديني يعني يوم زواجي ما حسن من نفسي لأي واحدة صح صادقة كيف لقيتها التجاوبة تكلميني كيف ملت الثقة هالك اكيد اختصاص العرائس هو حاجة صعبة ودحدي صعب بالنسبة لي بس الناس اللي من اجوا يسمعوا من ألا عارفين ألا أمين واصقين في شغلي وشايفينه في الاستجرام والسناب فالحمد لله بلاقي محبة منهم والحمد لله بكونوا مبسوطين وبكون على التواصل مع عرائسي ترى قبل بسبوعين من فرحهم كأنك تأهبين العروس عندك كأن حتى مثلا ممكن أنزل معها ننجل فستانة مناسب ننجل مسكة مناسبة أشوف مكان القاعة أني سيكون معها متواجدة فيها التسريحة اللي تناسب معها أنه أنا معايا كمان يعني خصائية شعر وكذا فالحمد لله يعني كله ماشي بصرفة ألاب النادر ممكن نلاقي تفاعل كذا بين خبيرة التجميل وبين العروس هذا كلها تفتكر تطيق راحة نفسية فتكون مرتاحة وهي وأنا نفس الشي أنه أنصحها كمان عارفة أنه تنام كويس تاكل كويس تشرب سوائل أكيد إيش القدرات المناسبة قبل الفرح عشان ما تلمع عينها ما تحمر عشان وقت طويل تعرفي حتى العدسات أنصحها بإيش لنا العدسات المناسب لعينها وممكن كمان أنزل أساعدها في اختيار اللي هو المكياج الأغراض اللي تشتريها في شهر طب هذا للعرائس طب أنت كمان تقدمين دورات للبنات كلمان عند دورات التجميل اللي كم مدتها وإش الأشياء التي تركزتها أكيد والحمد لله أنه في هذا المجال أني بدي دورات مبتدئات ومحترفات يعني من البداية للإحتراف تكون مدتها حول 3 أيام لأربع أيام 3 ساعات في اليوم شهادتها قوية بالنسبة لهم تأحيلهم أنها تكون خبيرة في هذا المجال والحمد لله طيب لقيت محبة مني لا سؤال الأخير لك أشياء أهم النصائح التي تقدمينهم للبنات عشان يعرفون كيف يبرزون جمالهم بالمكياج النصائح زي ما قلت لك أنها تبعد عن الروتين اليومي تشرب سوايل كثير تنام كويس تخفف من الضغط والتوتر وفوق هذا كله تكون واثقة من نفسها يعني الوحدة إذا كانت واثقة من نفسها ترى يعكس على وجهها أكتر عرفتي كيف؟ طب أنواع الميك أب يعني صراحة في بنات كثير نشوف أخطاء كثيرة في مكياج حقهم يعني جات عندنا فترة قبل كذا الكنتور وتحسن فيه فيش غريب يعني جمالها مطفى للبنت صح إنها بتحط بطريقة غلط يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة وخلاص ميداري إنه مثلا لكل وجه رسمة معينة ميداري مثلا في عيون مثلا مبطنة ما ينفع لها الأيلينر في عيون جاح ضلاء تحطي لألوان فاتحة يعني بتكون ما هي على دراية دا الموضوع فأنا وظيفتك خبيرة في دوراتي وفي دروسي في الإسناب أباين لهم الصح ما الغلط طبعا أكيد في كثير من البنات يستفيدوا منك يتواصلوا الحمد لله معاكي شكرا لك خبيرة المكياج لا صادق شكرا لك أهلا وسهلا الله يسلم أعزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج زيدتي بكرا شارلا حلقة جديدة تتمسون على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة